اهلا بكم هذا برنامجكم 90 دقيقة من قناة المحور وانا معكم محمد الباز باللغة التي يفهمها العالم تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة الشراكة بين افريقيا والدول السبع الكبار كما قلنا لحضراتكم بالامس الرئيس بدأ رحلته زيارته الى فرنسا الى مدينة بيارتز اللي بيعقد فيها القمة الـ 45 لدول السبع الكبار والقمة دي تحديدا بتتكلم عن مكافحة عدم المسواه في العالم الرئيس على هامش زيارته اجرى عدد كبير جدا من اللقاءات السنائية سواء مع يعني مسؤولين ورؤساء من افريقيا او من دول العالم المختلفة وقد تكون مثل هذه الفاعليات فرصة للقاء والتشاور وتبادل وجهات النظر سنة الحقيقة عايز اتوقف امام الكلمة اللي قالها الرئيس بوصفه رئيس الاتحاد الافريقي انتوا عارفين ان الصفة الاساسية اللي الرئيس رايح بيها لهذه القمة انه رئيس للاتحاد الافريقي ليه عاوزين نركز على القمة ونركز على كلمته في القمة اولا لانه يقف ليتحدث وهو صوت افريقي هنا المسألة متجاوزة انه عبدالفتاح السيسي صوت مصر لا هو مش صوت مصر في هذه الفعالية هو صوت افريقيا بحكم انه رئيس للاتحاد الافريقي الحقيقة الكلمة اللي قالها فيها كتير جدا من التركيز والتكسيف والزكاء ليه خليني اقسمها لحضراتكم حضراتكم اكيد سمعتوها خلال اليوم لانها يعني بست على الهواء اكتر من مرة وفي القنوات لكن احنا عاوزين نتوقف عن البنى بتاع الكلمة بتاعة الرئيس لانه في الاول خالص قرر انه يحدد المهمة الاساسية اللي هو رايح عشانه واقف قدام رؤساء وزعماء العالم رؤساء والمسؤولين في الدول السبعة الكبار وفود حوالي اربعة وعشرين دولة موجودين فيبدأ معاهم بانه بيحدد المهمة الاساسية اللي هو جاي علشان قال ايه في المهمة قال انه انقل لكم طموحات شعوبنا شعوب قراتنا في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وتطلعتها لارساء شراكة عادلة ومتواصلة بيننا ترتكز على مبدأ المصلحة المشترك يبقى دي المهمة الاساسية اللي قبل فتاح السيسي راح فرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي ماكرون عشان يتكلم قدام قمة السبعة الكبار نرايح ينقل طموحات شعوب القرى الافريقية بس خلي بالكم من كلمة مهمة هنا وهو بيتحدث عن المصلحة المشتركة دول افريقيا عندها مشاكل اه واحنا منها طبعا عندها ازمات عندها مشروع للتنمية لكن في معوقات كتير جدا في القرى القرى ورثة فقر ورثة مرض ورثة ارهاب ورثة اطماع خارجية في سرواتها فما حدش عايزك تقوم لكن ورغم انه الوضع كده الرئيس بتكلم انه احنا في مصلحة مشتركة يعني العالم الذي يجب ان يقف به جوار دول افريقيا سيستفيد ايضا من وقوفه الى جوار الدول الافريقية يعني انت لم تذهب لتستجدي العالم ولكن انت ذهبت لتنقل لهذا العالم طموحات شعوب الدول الافريقية طيب يبقى دي المهمة رسم خريطة عشان تنفيذ هذه المهم لانه مش هيقول لهم بس ان احنا بننقل طموحات شعوبنا لا فيه خريطة واضحة جدا ايه اللي جيه في الخريطة دي قال الرئيس نعلم جميعا جسامة التحديات التي تواجه الدول النامية ومن ضمنها الدول الافريقية في اطار سعيها للارتقاء بمستوى معيشة شعوبها وتحقيق التنمية المستدامة وكذلك المعوقات امام تحقيق تلك الاهداف والتي تتمثل في الازمات الدولية والاقليمية القائمة وتسارع احداثها وتشبك فلا بديل عن تحاورنا المتواصل حولها واشركنا بشكل اكثر في معالجتها بما يتمشى مع المصالح المشتركة والمتبادل وكذا مع قواعد الديمقراطية التي يجب ان تسود وتترسخ في العلاقات الدولية وكأن الرئيس عفتاح السيسي بيفرد قدام زعماء وقادة ورؤساء العالم الخريطة اللي مفروض نتعاون على اساسها يعني دي دول افريقية عندها تحديات وعندها معوقات وقفة قدامها فعشان نحقق تنمية مستدامة مستمرة وعشان نعمل نهضة في الدول الافريقية لازم العالم يساهم ويساعد في ازالة هذه المعوقات كان لازم من تقديم نموذج نموذج في افريقيا وطبيعي انه لما الرئيس يقدم نموذج لدول العالم على وضع متردي جدا في افريقيا يتكلم عن ليبيا لما جي تكلم عن ليبيا قال ايه قال تفاقم الاوضاع في ليبيا واثر ذلك على امن واستقرار مواطنيها بل وعلى دول الجوار جراء التهديد الذي تشكله المنظمات الارهابية وسيولة الامنية المتمثلة في انتشار الميليشيات المسلحة يقتضي تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الازمة وهذا التهديد وبما يضمن سلامة الشعب الليبي الشقيق ويحفظ له مقدراته وموارده طيب ايه الحل ايه الحل اللي الرئيس بيقدمه للازمة الليبية وهو هنا بيتحدث بصوت افريقيا وليس بصوت مصر مصر لها مصلحة انه اللي حاصل في ليبيا ينتهي لانه ليبيا هي عمق امنك القوم وطالما ان هناك هذا الارهاب وهذه الميليشيات وهذا التهديد قائم فانت هنا امورك لازم يبقى فيها نوع من الال لما بتكلم الرئيس افتاح سيسي عن حل مشكلة ليبيا فهو يعبر عن ثوابت مصر اللي هي ايه الثوابت دي الطريق زي ما قال الطريق للخروج من الازمة في ليبيا معروف ولا يحتاج سوى للارادة السياسية واخلاص النواية للبدء في عملية تسوية سياسية شم تعالج كافة جوانب الازمة وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار والقضاء على الارهاب وفوضى الميليشيات وانهاء التدخلات الخارجية في ليبيا وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية في انفقها واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي كلام جديد ده يا جماعة لا مش كلام جديد ده كلام اللي بتقوله مصر طول الوقت انه الحل في ليبيا يبقى حل السياسي بس يسيبوا الحل السياسي في ليبيا يتنفذ لانه طول منتو حطين ايديكم دول في العالم ودول كانت موجودة في هذه الجلسة بتلعب في الفناء الخلف لليبيا وكأننا هنا الرئيس افتاح سيسي يوجه باسم افريقيا رسالة حادة جدا لدول بعينها في هذه القمة يقول لهم كفوا ايديكم عن ليبيا الناس طمعانا في سروات وموارد ليبيا واهل ليبيا اولى بهذه السروات والموارد طيب هنا بتقدم نموذك طب لازم يقدم خطة يعني ماشي احنا هنتعاون معاكم الدول السبعة الكبار دي هتشترك او هتشارك دول افريقيا قلنا الخطة الخطة كانت في ايه زي ما قال برضو قال الحديث عن النهوض بافريقيا ينبغي ان يتأسس على ارادة جمعية تستهدف تسوية ازمات القارة فضلا عن مكافحة الارهاب بكافة اشكاله لتأثيراته المدمرة على جميع الاصعاد لا سيما على جهود التنمية وهو ما يجب ان يستدبعه مساءلة حقيقية لداعميه ومموليه جنبا الى جنب مع الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها هنا برضو رسالة مهمة جد وهذه الرسالة اعتقد انها وصلت لدول بعينها زي بريطانيا مثلا على سبيل المثال لانه لما بيجي يقولك انه الحل الحل في انك توقف دعم الارهاب دعمه حمايته الدفاع عنه والدفاع عنه على فكرة في جزء منه انك مش معترف انه ارهاب يعني كان ناس كتير جدا في الغرب بيعتبر اللي بتعمله الجماعات الارهابية في سيناء ان ده نوع من المعارضة يقولك ده دي معارضة مسلحة يا سيدنا ده ارهاب يقولك لا لا ده معارضة مسلحة فاذا هذه رسالة اخر ليه عاوز يحارب الارهاب لانه زي ما قال كل ذلك من شأنه ان يسهم في تحقيق الامن والاستقرار وينقى بالشباب عن التطرف والهجرة غير الشرعية ليتسنى التركيز على وضع آليات فعالة للقضاء على الفقر وخفض البطالة ومكافحة الامراض المتوطنة والتصدي لظهر التغير المناخ اخر حاجة هو رئيس بتكلم عن رسم حط الخريطة قدام الناس قال لهم نموزة جاهو عندنا مشكلة فيه وبعدين قال الخطة بتاعة مساعدة افريقيا طيب تتنفذ ازاي هذه الخطة قال اذا كانت التحديات تفرض علينا مسئولية التعاون لمواجهتها فان دولنا الافريقية تمتلك بنفس القدر فرصا وعدة وامكانات متنوعة تؤهلها لتكون شريكا موثوقا للمجتمع الدولي فلدينا سوقا كبيرة وموارد بشرية غني وغيرها من العناصر الجاذبة لعل اهمها جهود تطوير البنية التحتية الافريقي من خلال تنفيذ المشروعات القرية ومشروعات الطاقة بكافة صورها بهدف تحقيق التكامل الاقليمي والاندماج القاري وتتلاقى معها مساعي تحرير التجارة البينية عبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القرية الافريقية وخطوات تعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الخاص اذا هنا ما قاله الرئيس الفتح سيسي امام قادة وزعماء الدول السبعة الكبار بيقول يا جماعة افريقيا قادرة قادرة على ان تساهم افريقيا لا تستجدي دولنا لا تستجدي شعوبنا لا تستجدي واذا كان العالم جاد في حل مشاكله هو لان خلي بالكم هو ليه بقول لكم انه بيتحدث بلغة العالم العالم عنده مشكلة في الارهاب عنده مشكلة في الارهاب والارهاب ضرب قلب العواصم الكبرى في العالم ضرب في الولايات المتحدة وضرب في انجلترا وضرب في فرنسا وضرب في المانيا وضرب في استراليا فقلب الدول الكبرى دي اتضرب بالارهاب فالعالم عنده مشكلة في الإرهاب فهو ببساطة يتحدث بلغات والله عايزين الإرهاب يقف لازم توقف دعمه وتمويله وحمايته مش أكتر من كده طيب أنت عندك مشكلة في الهجرة غير الشرعية تحديدا يعني في دول أوروبا بيطلع ما هو لو الناس في إفريقيا في دول إفريقيا لقيا الظروف مواتية ومناسبة مش هيهجروا ولذلك أنت بتشتكي كدول أوروبية أو دول غربية من الهجرة غير الشرعية اللي بتجيله طيب ما تحسن أو تساهم في تحسين أوضاع الشعوب الإفريقية فالشعوب الإفريقية ما تجلكش لكن أنت بتنهى بالشعوب الإفريقية بتنصب على الشعوب الإفريقية بتسرق الشعوب الإفريقية بيبقى همك إزاي تحصل على سروات هذه الشعوب الإفريقية طيب لأ اعمل تنمية بحيث أنه أنا ما يطلع لقش من عندنا ناس وتبدأ تعاني لأنه تعارفين دي بالزبط عاملة زي إيه زي التكافل المفروض يحصل في المجتم لو فيه طبقة غنية واخد كل حاجة وزيبين الناس فؤر عايشين في عشش وعشوائيات ومناطق يعني ما هو لازم يخاف لانه الراجل الجعان ده التعبان ده اللي مش لاقي ده هيطلع ياخد الاكل منك عنوة طالما انت حاجبه عنه فاذا هذه هي اللغة التي يفهمها العالم واعتقد احنا امام مكسب سياسي للقرة الافريقي لا نتحدث فقط عن مصر ولكن نتحدث عن القرة الافريقية وكان الرئيس عفتاح سيسي رئيس الاتحاد الافريقي خير ممثل له ان شاء الله بكرة في هذه القمة هتبقى في الجلسة الختمية ومؤتمر صحفي فيه البيان النهائي والتوصيات